طيب بما ان احنا بنتكلم على يمكن انا عايزك في حديثنا النهار ده يعني ما نبقاش بس شايفين المزرعة او هذا المجمع المهم جدا في مدينة السادات انا عايزك تشوف الصورة بشكل اكتر اتساعا اذا سمحت لي يعني عزيزي المواطن عزيزاتي المواطن الصورة اكثر اتساعا اللي هي ايه واحد انه هل انا عندي ازم في توفر اي سلعة غزائية الحمد لله وشكر الله لا كويس ادي واحد اتنين هل الدولة تشيح بوجهها بعيدا عن هذا الملف العكس تماما الدولة مركزة جدا في الملف ده ملف الامن الغذائي المصري طيب تلاتة احنا كل دعمين بنوسع كل شوية في الزاوية بتاعت الرؤية تلاتة هل الدولة لديها نظرة مستقبلية او استراتيجية للعمل مستقبلا علشان يبقى طول الوقت فيه عندنا استقرار في ملف الامن الغذائي المصري مستقبلا هنا يعني مستقبلا مستقبلا دي يعني مش خمس سنين ولا عشرة ولا خمستاشر ولا عشرين ولا تلاتين انت بتكلم تريد فيها على اكتر من تلاتين سنة ايوة الوضع اللي احنا فيه ده هذه الادارة السياسية للبلاد عندها نظرة واسعة جدا مستقبلية جدا لهذا الملف وغيره من الملفات خليني هنا اقتبسلك من الرئيس جملة وطيفة جدا قال كل شوية بقولي هو انت بتقول الكلام ده على التلفزيون ليه لما اجي بتكلم بقول انا عايز نعمل كذا وبفكر بكذا قال كده هو انا مش من حق احلم انا باحلم لبلدي وده حق بالمناسبة لكل بني ادم انه يحلم لنفسه والبلده فما بالك برئيس جمهورية بلد بلد عمليا فعلا ما تحركتش بقالها خمسين سنة بلد ما تدقش فيها مصمار تنمية بقالها خمسين سنة ما حصلش فيها حاجة وتاني هي المسألة مش متعلقة بعهد مين ولا في ادارة مش دي القصة القصة فعلا دلوقتي بقى تكبر من كده احنا خمسين سنة تقريبا محلك سر تقريبا يعني يمكن من بعد الله يرحمه جمال عبد الناصر محلك سر فانت مش بقى هتمشي بسرعة على رأي رئيس قفزات عالية واسعة مفيش عندنا مجال يا جماعة احنا ما عندناش لا رفاهية ولا طرف ان احنا نتمشى مش هقولك نقف في مكاننا احنا وقفين بقالنا خمسين سنة يعني احنا حمضنا فما عندناش هدى الطرف الحل الوحيد للبلد دي شغل 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 بلا هوادة انت لو ركزت في الكلام اللي انا كنت بقولك اول حلقة خالص قلتلك ايه انا نزلت من بيتنا الساعة ستة كويس عشان يبقى موجود في المدينة السادات سبعة ونص ثمانية انت عارف ده معناه ايه ولا لا سيبك من يوسف خالص خالص مش ده القصة ولا زميلي بالمناسبة هي القصة في انه هو احنا دلوقتي مثلا كنا بنكلم وزير الزراعة صح؟ تمام الساعة كامة يا عام يوسف 11 وبالمناسبة ثق انه هو مش هينام قبل الساعة 12 لانه ثق انه مش بس وزير الزراعة وكل الحكومة الرئيس دائم الاتصال بهم ومتابعة وتليفونات واتصالات وما الى ذلك يعني من الاخر كده ولا الرئيس ولا الحكومة في الغالب ده في منظوري اللي قد يكون غير دقيق مش قبل 12 بالليل نوم وصحيان من خمسة ونص السابح هم بيشتغلوا السؤال بقى انا وانت بنشتغل كفاية يعني انا وانت بنعمل اللي علينا يعني ايه بنعمل اللي علينا يعني احنا معدل انتاجيتنا صح احنا كل واحد فينا بيروح شغله من ساعة ما بيدخل الشغل لحد ما بيخلص فايا كانت المهنة بقى انا بيشتغل مزيع غير بيشتغل محاسب غير بيشتغل مهندس غير بيشتغل طبيب غير بيشتغل عامل في مصنع قد الدنيا ايه لخ ايه لخ احنا من ساعة ما بندخل الشغل انا بيشتغل عدد ساعات العمل بتاعتي بما يرضي الله صح يعني انا مرضي يعني انا نايم مستريح ابص في المراية كده اقول يا سلام عليك يا وديا ووسف انت النهاردة اشتغلت بالمزبوط لو انا افترضنا ان انا شغلتي 8 ساعات كل يوم انا اشتغلت 8 ساعات ولا رغيت منهم ساعة وهزرت فيهم ساعة وقعدت ضيع وقت ساعة وقعدت اكل في ساعة الاخ 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 اشتغلت لك